اشتركوا في القناة ثمانية وعشرين اتنين يعني القمر رح يكون موجود في الحمل وفي الثور رح يكون في منزلة الثورية هاي المنزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية اختيران إيجابية رح تكون بعد الحلقة تقريبا هي زاوية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة خمس وخمس دقائق بتوقيت جرينيش مساء يعني تقريبا بعد الحلقة بتقريب الساعة بتتأجج العواطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبعطي دفع العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعاتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة مساء تدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة ثلاثة أو خمسة وعشرين دقيقة صباحا برضو بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بفتقر البعض للشجاعة اللازمة للمواجهة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني بتمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتصير خلو المسار وبينتهي في تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا يعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة للساعة سبعة ونص لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في أشخاص بقولوا لك وين يا عم أنت بقاعد بتحكي بساعات الفجر آه إحنا بالشرق الأوسط أو بالمنطقة العربية بتكون ساعات الفجر عندنا ولكن في دول أخرى بتكون عز النهار عندهم فعشان هيك إحنا منخاطبهم هم فالقمر بنتقل حكينا ساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لبرج الثور طبعا التأثيرات العامة من انتقال القمر على الثور وتأثيرات وتواجده في هذا المكان منشعر بالحذر أكثر ومنميل للمحافظة على منتلكاتنا وبكون قليل جدا أنه نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت ونستمتع بمشاهدة التلفاز مثلا أو برنامج أو فيلم أو إشي من هذا القبيل بعدها مباشرة بعد ما ينتهي خلو المسار بتشكل أول زاوية رح تكون زاوية اقتران إيجابية بين القمر وأورانوس هاي رح تكون في تمام الساعة 2.49 دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة لآخر زاوية رح تكون معنا وهي تقريبا قبل حلقة الغد تقريبا بعشر دقائق هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد المغرب تقريبا بشوي يمنشعر بقوة العاطفة والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بما أن القمر رح يكون موجود في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 3.1 في تمام الساعة 53 دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى تمام الساعة 27 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر إلى الجوزاء عمر القمر القمر لسه مرحلة الهلال عمره 5 أيام في تمام الساعة 48 دقيقة صباحا في توقيت جرينيتش ويصبح 6 أيام نسبة الإضاءة 20% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعه لهذا اليوم وانتقالاته وتحركاته بالنسبة للشمس موجود في الحوت حتى 20 ثلاثة مزاجها سعيد القمر في الحمل والثور حتى 1 ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الحوت بالتراجع وحتى يوم 4 ثلاثة وبعدين بيرجع للدلو منتحس الزهرة في الحمل حتى 5 ثلاثة مزاجه سعيد المريخ في الجدي حتى 30 ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 15 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة وبعدين منتقل للدلو مزاجه سعيد ورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23 6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل انتم نشطون مع ذلك لا تبادروا الى عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به قبل في ساعة الصباح بصير يوم بحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشط الاتصالات والزيارات وبتهتم لترويج الخطة او القيام بزيارة حاول انك تتشجع بتعالج مسائل ادارية وتمويلية بتطلب توقيع او متابعة لدى المراجع المعنية هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكيلك انا شايف انه بالنسبة لبيتك الاول يعني شخصيتك احسن نفسيتك يعني احسن من الوضع الايام اللي مضت ممكن اليوم تلجأ لتغيير ممكن قصة شعر او تزيين او شيء له علاقة بهذا المجال الوضع ايجابي جدا شخصيتك مشحونة بطاقة ايجابية بالنسبة للبيت الثاني انا شايف ان اليوم يعني بيحملك فرص مالية تيجي دائما من عمل اضافي او استرداد لبعض الاموال وممكن يكون فيه نوع من انواع الهدايا بحصل عليها بعض منكو اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف ان اليوم فيه تحركات وفيه تنقلات كثيرة بي عندك عندك اتصالات نشيطة عندك قدرة على اقناع الغير بوجهة نظرك سرعة بديهتك عالي جدا واللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم فيه نوع من انواع الشعور باتجاه البيت او باهل البيت ممكن اليوم يكون فيه انجاز على مستوى البيت او اجتماع او حفلة او فرحة بتدخل على مستوى البيت عندكو ممكن الاهتمام بشخص معين او بحضوره او لقاء ودي او نوع من انواع المصالحات او الصيانات او التزبيطات داخل البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف ان الحظوظ اليوم عالي على المستوى العاطفي نفسيتك احسن جياشي فيه عندك قدرة على انك تحب وتخرج في نزهة او في مغامرة او في شيء الاعلاقة بالترفيه اما بالنسبة لبيتك السادس فعالمستوى الصحي انت الوضع عندك جيد جدا اليوم ممكن اليوم تشعر بتحسن واضح على صحتك ممكن تنطلق بمشروع معين او تبادر لحل كثير من الاعمال المتراكمة عندك اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة يعني شوي بعطيك نوع من فسحة الامل بالتعاون مع الشركاء بالمال او بالعاطفة صير فيه نوع من انواع التحسن باتفاق معين ممكن عقدي جديد او فكرة جديدة اما بالنسبة لبيتك الثامن فاللي عنده خطة لمطالبة مالية او الحصول على دعم مالي من اشخاص من اللي حواليك اليوم بتقدر تبادر لهذا الامر بالشكل واسع جدا اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فارغ من الحضوض لا ايجابي ولا سلبي فبيت الدراسي والسفر والتنقلات خالي من الضغط وخالي من الحضوض باعتمد على قدراتك انت اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه اليوم نسبة التشنج والتوتر عالي جدا على المستوى الشخصي فحاول انه انت ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك او يثير حفيظة الغير ضدك او يعمل على خلق المشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل حاول تنجز الاعمال المكللة اليك بدون المشاكل وما تدخل باي شيء مشبوه ولا باي مغامرة مشبوهة او مخالفة قانونية اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم يعني شوي بضغطك في من باب النفسي او الشخصي او على مستوى علاقاتك فاليوم ممكن نصير في نوع من المشادات او العتب او المعاتبة مع صديق ممكن توصل لمرحلة انه فيها نوع من انواع الخصام او القطيعة او العصبية الحادة حاول تمسك اعصابك اما بالنسبة لبيت متعبك فهو حاد جدا بيهدد استقرارك ممكن تشعر بتعب او ارهاق او انه في عندك شوية امور صحية تظهر على الساحة حاول انك تنجز الاعمال المكللة اليك وتراقب وضعك الصحي وما تجهد حالك برج الثور بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح ومن ثم تصبح ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا الى خطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بجعل الفترة مميزة واستثنائية بدعوك الجولة بذل الجهود من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم هاي من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم لك خذ المبادرة وكون شجاع هيك القمر بحكي لك اما بالنسبة للخارطة الفلكية فانا شايف انه البيت الاول فعليا انه شخصيتك اليوم رح تكون غير ونفسيتك غير اهتمامك بنفسك غير وثقتك بنفسك غير كلها بالشكل الايجابي اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه في فرص مالية بتيجيك اما عن طريق عمل اضافي او عن طريق مساعدة او هبة او ممكن تيجي بعضك هدايا اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف اليوم بيحملك نوع من انواع النشاط تنقلات الخروج بنزهة او رحلة او ممكن امتحان سفرة قصيرة تنقل ممكن تدخل بنقاشات حادة تحاول تقنع اشخاص بوجهة نظرك فاليوم هذا ايجابي ولكن دير بالك من العصبية اما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم الفرصة اكبر للتواصل العائلي او للاجتماع العائلي في من كل يوم رح يفرح لخبر معين عائلي او لشيء ممكن يترك له بعض الاشياء الايجابية خلال الفترة القادمة فحاول انك تنبسط او تسعد بهذا اللقاء او بالاشياء المفرحة اللي ممكن تحدث على نظام البيت بالنسبة لبيتك الخامس انا شايفه خالي لا في حضوض ولا في معاكسات فهو يعتمد على حياتك العاطفية ايش هي وشو علاقتك مع الحبيب اما بالنسبة لبيتك السادس اليوم رح يكون في عندك نوع من انواع الاهتمام الصحي لمسألة معينة او مراقبة صحتك او شعور ببعض التوععكات الصحية الخفيفة العابرة حاول انك تهتم بصحتك شوي وحاول انك تنجز الاعمال الموكلة لا اليك اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه اليوم ممتاز على مستوى الشراك المالية والعاطفية بيعمل نوع من انواع التواصل بينك وبين الشركاء او لقاء وممكن طرح فكرة معينة او مشروع معين او المناقش في حل مسألة معينة اليوم هذا ايجابي بساعد في كل هاي الامور اللي ذكرناها اما بالنسبة لبيتك الثامن اليوم مناسب لطلب مساعدي او دعم مالي او استقراض بعض المال او انك تعمل على مطالبة باموالك او حقوقك المالية من اشخاص انت مدينهم او مسلفهم فلوس فاليوم هذا مناسب لهاي الامور اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فارغ تماما لا في حظ ولا في معاكسات فاي شيء له علاقة بالسفر البعيد او الامتحانات او القضايا القضائية فهو بعتمد على جاهزيتك واستعدادك وما كانت عليه الوضع في هذا الامر وذا عندك امتحان بدك تستعدله بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فانا شايف انه ضاغط بشكل كبير عليك حاول انك ما تدخل باي مغامرة مهما كانت بتشوه السمعة حاول ما تدخل بنقاشات حد تشوه سمعتك وتبين فيها انك انت مش ملم بالنقاش حاول انك ما تخالف القانون وما تدخل في اي شيء مشبوه يعني هاد بهدد كل اشيء بضرب السمعة حاول انك تكون حذر انجز الاعمال الموكلة لا اليك وحاول انك ما تدخل بنقاشات حد لا مع زملائك في العمل ولا مع رؤسائك في العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة ورح يكون فيها نوع من انواع السعادة وممكن يكون لقاء ودي او زيارة او عيادة مريض فرح يكون في هذا اللقاء اشياء ايجابية ورح تكون سعيد ومسرور لحصولك على المعلومات او المساعدة اللي انت بدك اياها اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف انه الامور حادة جدا على مستوى بيت المتاعب حاول انك انت ما تدخل بمواجهات ولا تعمل اشياء مشبوهة حاول انك تراقب صحتك وتهتم بكل الامور اللي بحاجة لانجازها خلال هاي الفترة وراقب وضعك الصحي انجز الاعمال الموكلة لا اليك بحاكررها اكثر من مرة لانه شكل الكسر رح يكون ضاغط عليك فتتراكم الاعمال عندك وما تثق في اي انسان بافشاء سرك لا اليه برج الجوزاء ابتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر بين الاصدقاء ولكن من صباح هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لا تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان لا تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الافكار شوي مشوشة والظروف مخيبة هيك القمر بحكيلك هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكيلك بالنسبة لبيتك الاول شايف انا انه اليوم نفسيتك زي مبارح يعني شوي مستقرة حاسس ببعض الهدوء عندك شغلات بتهتم فيها بتطوير شخصيتك او بطاقتك او بنفسيتك تحديدا اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف اليوم عندك اهتمامات على الامور المالية ممكن اليوم تطلب مساعدة او يصير فيه نوع من انواع الانفراج المالي عن طريق عمل اضافي وممكن بعضك يحصل على هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط وممكن تخرج فيه نزهة او فسحة ممكن يصير نوع من انواع التواصل او النقاشات ما بينك وبين بعض الاشخاص فيحقق هذا النقاش انجاز وخصوصا انه عندك قدرة على الاقناع عالي اما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم انا شايف انه الامور كلها عائلية بتنصب على اطار البيت او العيلة ممكن تدخلوا بنقاشات اليوم او حل مشكلة معينة او البحث فيه مسألة معينة بتتعلق في البيت مع افراد العائلة وممكن يكون هذا الشيء لمصلحتك ككل وفيه ساعة المساء ممكن يكون فيه خبر او مناسبة او فرح على مستوى البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الامور العاطفية تقريبا كما هي يعني لا فيه ايجابية ولا فيه سلبية على كيف انت متعود انت وحبيبك اما بالنسبة لبيتك السادس اليوم بصير عندك نوع من انواع الاهتمام بصحتك في مسألة معينة لشعورك بالضغط او بعض التواعكات الصحية بتحاول انك تنجز بعض الاعمال المهمة اللي تراكمت عليك من الايام الماضية اما بالنسبة لبيتك السابع فاليوم في بعض النشاطات اللي الها علاقة بعلاقتك مع الشريك او النقاش مع شريكك بالعمل او بالعاطفة لحل مسألة معينة او لطرح موضوع معين ومحاولة الوصول لنتائج او حلول لا الو اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه الامور على المستوى المالي ممكن اليوم الطالب شخص معين بيدين اليك برجعلك او في مساعدة مالية ممكن تكون لصالحك وتتحقق هاي الشغلة وممكن انت يكون لك بعض المستردات المالية من جهات حكومية او من اشخاص انت ما بتتوقعهم ولكن بحذرك من النفقات والاسراف الغير مبرر اما بالنسبة لبيتك التاسع بيت الامتحانات والسفر والتنقلات فانا بقولك اليوم بدك يدير بالك لانه ضاغط بطاقة سلبية عالية جدا بتأثر فاللي عنده امتحان اليوم بده يدرس مظبوط اللي عنده مقابلة بده يكون مستعد واللي عنده نقاشات حادة يحاول انه يمسك حاله ما ينجر وما يندفع لها اللي عنده سفر بده يكون مستعد للسفر بمعنى انه اذا سفر بالبر او عن طريق السيارة بده ينتبه اثناء القيادة وما يغامر وما يندفع وما يتهور واذا سفر بالطيارة بده يكون يبل الموعد بالمطار على اساس انه ممكن يصير اي شيء يعطل عليه اما ما يتعلق في بيتك العاشر بيت السمعة فبقولك انه ما زالت الامور ضغطة على بيت السمعة فحاول انك ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك لا مخالفة قانون ولا مغامرات ولا اي شيء يعني يجيب لك وجعة راس او يشوه سمعتك ايش ما كان يكون فحاول انك تعمل كل شيء بدون اي مخالفات بدون عصبية وجنون ومواجهة مع رجال الامن اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه ما زالت الامور ما بينك وبين الاصدقاء متوترة او على مستوى العلاقات الخاصة فحاول قدر الامكان انه انت ما تعص بزيادة وحاول انك انت تنهي الامور بطريقة سلسة جدا بدون عصبية وتوتر اما بالنسبة لبيتك 12 فاليوم اذا حسيت ببعض التوعقات حاول انك ترتاح وحاول انك تراجع طبيبك ان دعت الحاج لهذا الامر حاول انك انت تنجز الاعمال المتراكمة بدون تخاذل او تراخي برج السرطان حافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل مع ساعات الصباح ابتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة اذا اردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الى جمعية او مؤسسة بتلاقي تلاقى مع طموحاتك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه النفسية ما زالت يعني في اوجها بتقدر انت تشحن نفسك بطاقة ايجابية وتغير من نفسيتك باي شكل انت بدكية اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه اليوم في عندك بعض الامور المالية اللي بتهتم فيها ممكن بعض المطالبات او مفلوس بتصلك عن طريق عمل اضافي او مساعدة او دعم في منكو رح يحصل على هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والمواصلات والتنقلات في منكو رح يخرج في نزهة او في رحلة واللي رح يناقش منكو اليوم رح يكون مقنع في وجهة نظره اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه الاهتمام على مستوى البيت اليوم بأوجه فشايف انه اليوم ممكن يصير فيه لقاء ودي او نقاش او مسألة وممكن يكون فيه فرحة اساسا داخل البيت بسبب معين فحاول انك تنبسط وتسعد في هذا اللقاء اما بالنسبة لبيتك الخامس فالامور العاطفية مش بالقوة الكاملة ولكن انه في بعض الامور العاطفية او الاهتمام العاطفي خلال هذا النهار حاول انك انت تستغلها بدون عصبية اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الامور ايجابية على المستوى الصحي يعني الصحة مستقرة خلال هذا النهار بتقدر تنجز اليوم بعض الاعمال اللي تراكمت معك خلال فترة الاسبوع او الايام اللي مضت اما بالنسبة لبيتك السابع فاليوم في بعض النقاشات الحادية رح تكون بينك وبين الشريك حاول انك تمسك اعصابك ما في داعي لانك تطور الامور وتخليها توصل لحل يعني لمنطقة ما في حلول فيها حاول انك تكون يعني بحكمة وبعقلانية بشكل اكبر في امور على مستوى الشراكة رح تحيرك حاول انك ما تنفعل وما تعصب اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بحذر من الانفعالات العصبية او الدخول في امور غيبية صعب الخروج منها او المغامرة المجهولة حاول انك ما تدخل باي مواجهات الها علاقة بالعدائية وخصوصا مع الاهل بسبب شيء له علاقة بالمردودات المالية اذا حصل اليوم كان فيه ضغط عليك بالمطالبات المالية حاول انك انت ترتب امورك قبل ما تحتد الامور اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف اليوم الفرصة ايجابية اكثر للتنقلات والسفر حتى النقاش او الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد لحل مشكلة معينة او للتواصل لمسألة معينة لها علاقة بخارج البلاد او بالسفر وفي مسائل لها علاقة بتفقد بعض الاصدقاء المقيمين خارج البلاد اللي عنده امتحان اليوم رح يكون ممتاز اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت الاماني بيت النفسية بيت المشاكل بيت السمعة هذا بدك تدير بالك لانه اليوم اعلى حدية من الايام اللي مضت فعشان هيك اليوم بالذات بدك تراقب حالك ما في داعي للانفعالات ولا المشاكل ولا اختلاق المشاكل ولا تعمل اي شيء بشوه السمعة هذا يوم حاد جدا بدل على تشويه السمعة فدير بالك واحذر من اي مخالفات او مجازفات اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بيأكد على انه اليوم ممكن يكون توجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة ورح تكون يعني ايجابية بتدعمك وبتدعم الموقفك في منك ورح يعمل جمعة او لقاء اصدقاء رح يكون مناسب ممكن تتباحثوا مسألة معينة او بعض الاصدقاء يطرحوا عليك او يقترحوا عليك نوع من المساعدة المعينة اما بالنسبة لبيت متعبك فبدك تكون حذر خلال هذا النهار من تراخي تعجيل الاعمال عدم انجاز الاعمال الموكالي للك اذا ععد سر لاشخص وانت اساسا من المفروض انك تكون كاتم بالسر لانه ممكن يذيع السر هاد حاول انك تراقب صحتك وان دعت الحاجة لمراجعة الطبيب فافعلها برج الاسد بتبقى الاوضاع تقريبا مثل ما كانت اليومين للسابقين ولكن في ساعات الصباح يصير مناسب للي ببحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه على عمله ووسعكو اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون فيه نوع من انواع القلق حول احد الافراد افراد العائلة بتواجه مسؤولية او عبء مهني ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام صعب يعني هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف القارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول اليوم ممكن يكون فيه نوع من انواع التحسن على المستوى الشخصي الاهتمام بنفسك شوي عندك قدرة على انجازك كثير من الاعمال خلال هذا النهار اللي بتتعلق بالشخصية او يعني تحاول انك تبحث فيه مسألة لها علاقة بتطوير الذات اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف اليوم برضو فيه بعض الحركة على الامور المالية ما فيها الامور القوية للدعم المالي ولكن انه فيه فرصة للعاملين في العمل الاضافي انهم يحصلوا على نوع من انواع الدعم اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه الامور ضاغطة عليك بنوع من انواع التوتر ممكن اليوم يكون فيه عندك كثير من التنقلات او الاتصالات ممكن يكون فيه نوع من انواع النقاشات او تطرح وجهة نظرك اليوم بثقة عالية وتقنع اللي حواليك بوجهة نظرك اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف الامور العائلية لها الحظ الاكبر خلال هذا النهار بانه اليوم ممكن يكون فيه اجتماع عائلي او لقاء عائلي يسود فيه نوع من انواع التفاهم او ممكن يصير فيه نوع من انواع الفرحة تدخل على البيت بسبب مناسبة معينة او انجاز معين لأحد افراد البيت او ممكن خطبي او زفاف او مولود جديد اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو الو علاقة بالابناء الو علاقة بالحياة العاطفية الو علاقة بالترفيه الو علاقة بالنزوات فاليوم كل هاي الامور عندك الحظ بدعمك فيها وبيساعدك فيها لدرجة انه اليوم بكون يوم فيه اشياء ايجابية كثيرة اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم بدك تهتم شوي بصحتك تراقب وضعك تنجز بعض الاعمال الموكلة لا اليك حاول انك ما تتوتر وما تنفعل حاول انك انت تكون منطقي وعملي اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف عن مستوى الشراك المالي والعاطفي الامور فيها نوع من انواع الود وفيه نوع من انواع التفاهم ما بينك وبين الشركاء ممكن تطرح فكرة معينة او مشروع معين ويكون الامر لصالحك اما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم الامور على المستوى المالي ممكن يجيك دعم او مساعدة معينة بتيجي عن طريق زوجة او عن طريق احد المقربين لا اليك او حتى ممكن تيجي هبة فحاول قدر الامكان انك انت تقلل من المصاريف وحاول انه يعني شوي هيك تهتم في الامور المالية اكثر اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف اليوم هذا يعني سلبي جدا على البيت التاسع وخصوصا في التنقلات والسفريات خصوصا التنقلات على الشوارع المفتوحة والسفريات والامتحانات فاللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد واللي عنده قضية بده اليوم يكون مجهز اوراقه بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض واللي يعني كل الامور هاي بدك تكون مستعد لها حاول انك ما تغامر وما تكون جريء زيادة عن اللزوم اثناء القيادة وركز بشكل جيد خوفا من الحوادث والامور المفاجئة اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور شوي برضو على بيت السمعة ضاغط فعشان هيك حاول انك ما تدخل بايشيء مخالف للقوانين وحاول ما تدخل بايشيء يشوه سمعتك ايش ما كان فيه يعني بقياساتك العقلية الكبيرة هاي اللي موجودة عندك تعرف انه هذا الاشيء ممكن يشوه سمعتك حاول انك انت تتجنبه في الفترة القادمة لانه راح يكون ضاغط وسلبي عليك فانت مش حمل ايشيء العلاقة بالسمعة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه العلاقات مع الاصدقاء اليوم في اوجهة او اللقاءات الودية ممكن حضور حفلة او مناسبة او دعوة ممكن يكون اللقاء هذا جميل وتقدر تتواصل مع الناس بشكل ايجابي لدرجة انه يكون لك مكانتك ويكون كلمتك مسموعة بين الناس لذا تستفيد باستفادة حتى لو كانت من باب معرفة شخص جديد اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف بيت المتاعب ضاغط عليك بشكل كبير حاول قدر الامكان انك ما تدخل بنقاشات حادة او تحتد ما تدخل عماكن انت ما بتعرفها حاول انك تكون مستعد وجاهز لانجاز كتير من الاعمال ما تخليها تتراكم عندك وراقب وضعك الصحي برج العذراء في ساعات الصباح بصلكم خبر من بعيد بتنجحوا في السفر والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم ترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير موجودة وبتعود لامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بسهل من خلال هالحوار وبتفرح بخبر او تجاوب معك محتمل انه يكون في سفر خلال الفترة هاي لبعضكم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف ايش الخارطة الفلكية بتحكي لك بالنسبة للبيت الاول هو ايجابي داعم في نوع من انواع الطاقة او شحن النفسي عالي جدا حاول انك تستغلها بشكل ايجابي ودعم من موقفك وتحصن نفسك بشكل جيد بالثقة اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور على المستوى المالي احسن من يوم امس في فرصة للحصول على اموال من عمل اضافي في منكم ممكن يحصل على هدية ولكن بتكون تقللوا من المصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم بيحمل لك كثير من التحركات ممكن تخرج في نزهة او في رحلة ممكن يكون اليوم في نوع من انواع التواصل او السفر القصير او التنقلات البعيدة لو دخلت في نقاش او من كل بعض ممكن يدخل بنقاش او التفاوض على مسألة معينة رح يكون الامر لمصلحته هو لانه عنده قدرة على الاقناع اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف الامور شوي يعني مفرحة زيادة عن اللزوم على مستوى البيت ممكن يكون فيه لقاء ودي داخل البيت يجمعك باحد الاحباء وممكن يكون فيه فرحة او مشاركة بفرحة معينة لها علاقة بالبيت هذا اليوم اجمالا جيد عن مستوى البيت فيه نوع من انواع التفاهم والبؤام بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو حاد جدا على المستوى العاطفي فاليوم يعني بيقولك انه ممكن تكمل نزاع او خلاف ما بينك وبين الحبيب وتتوتر الامور بشكل اكبر حاول انك تمسك اعصابك وما تنفعل وما تتهور خلال هذا اليوم على اساس الامور ما تكبر وما تفقد السيطرة عليها ودير بالك من اي شيء ممكن يكون فيه مغامرة او مخاطرة اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور ايجابية يعني صحتك جيدة بتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي فهو حاد جدا وبدل على بعض الخلافات اللي لها علاقة بالشريك وخصوصا شريك العاطفي حاول تمسك اعصابك وما تنفعل وما تتهور وتكبر المشاكل لدرجة انه يصير في نوع من انواع القطيعة او الزعل اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بقولك انه دير بالك من المخالفات القانونية خصوصا مع رجال الامن حاول ما تكبر الامور وحاول ما تدخل باي شيء مشبوه عندك كثير من المصاريف اليوم حاول انك تمسك ايذك وما تصرف ببذخ اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم ممكن يكون في عندك اتصالات او سفر محتمل او يكون فيه نوع من انواع اللقاءات مع اشخاص قادمين من البعيد او نوع من التواصل مع اشخاص خارج البلاد كلها رح تكون ايجابية واللي عنده امتحان اليوم رح ينجز بشكل جيد جدا مانجاز رائع اما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فانا بقولك بدك تدير بالك لا تحتد ولا تعصب ولا تخالف القوانين ولا تدخل بمواجهات مع رجال الامن حاول انه تتأكد من اوراقك والوثائق تاعتك على اساس انه ما يصير عليك اي مشاكل اما بالنسبة لبيتك ال 11 فانا شايف انه اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة وتكون انت تلتقي اصدقاء ممكن لقاء ودي ممكن اتصال طلب مساعدة فالامر كله لصالحك وبما تدعون بالحضوظ اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف الامور حادة على مستوى بيت المتاعب فعشانيك منقولك ما تخاطر وما تغامر حاول تنجز الاعمال الموكلة لا ايلك بدون ما ترهق نفسك وبدون اجهاد وحاول انه برضو في المقابل انه تراقب وضعك الصحي ونستدعى الامر مراجع الطبيب فما تتأخرش برج الميزان من ساعات الصباح بتتغير الاوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الو صلة بشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات ممكن سببتلك ازعاج وعداوة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك يعني انا شايف البيت الاول جيد ثقتك بنفسك عالية الامور بتدعمك بشكل جيد على المستوى النفسي فبيت الشخصية قوي والحضوظ بتدعمك فيه اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه اليوم عندك اهتمامات مالية ممكن تحصل على اموال من عمل اضافي او نوع من انواع التعويض او المساعدة ولكن بدك تقلل من المصاريف اللي مالها داعي اما بالنسبة لبيتك الثالث فبذل على التحركات والتنقلات وممكن انه يساعدك في امور العلاقة بالسفر القصير او نزهة او خروجة بتكون ايجابية وبتساعدك عندك قدرة على اقناع الطرف الاخر او الاشخاص اللي بتتناقش معهم بوجهة نظرك سرعة بديهتك عالية وحاسة السادسة عندك عالية جدا اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه الوضع البيت شوي متأزم في نوع من العصبية نوع من التوتر مشحون قلق مكتئب حاول انه انت تطلع من كل هاي الامور حاول انك ما تكبروا الامور عشان ما تدخل بصدامات او خلافات تكبر وانت مش بحاجة لانك تزيدوا الامور اليوم هذا في نوع من انواع الايجابية حاول انك تستغلها وحاول انك انت تتجاوز عن بعض الاشياء اللي بتستفزك داخل البيت اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه الامور العاطفية اليوم بتسيطر عليك بشكل ايجابي في نوع من انواع الود والمشاعر الفياضة او الجياشي عندك حاول انك انت تستغلها بشكل ايجابي استغل هاي الطاقة للخروج ونزهة والتغيير الجو وما تستسلم للاكتئابات والمشاكل اما بالنسبة لبيتك السادس فبلاقي انه اليوم عندك بعض الاهتمام بوضعك الصحي ممكن تشعر بتوعك او ببعض التراخي او بعض الاوجاع حاول انك انت ان شفت شيء غير اعتيادي انك تستشير طبيبك ممكن بعضك يتراكم عنده العمل وما يقدر ينجز منه اشياء كثيرة اما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فهي باوجهة قوية جدا ممكن اليوم تحقق نوع من انواع الحلول لحل مشكلة ما بينك وبين الشريك او وضع خطة مستقبلية لامر معين اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه امور الدعم المالي ممكن تجيك باي وقت ممكن يجيك هذا الدعم عن طريق شراكة او عن طريق تعويض او عن طريق منحة او عن طريق هدية فعشان هيك بقولك قلل من المصاريف يعني ما تخلي فيه التزامات عليك اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه الامور على المستوى البيت التاسع يعني شوي فيها نوع من الاجابية في منكم ممكن اليوم عنده سفر او تنقلات الوضع ايجابي عندهم اللي عنده امتحانة رح ينجز بشكل جيد يحاول ما يعتمد على الحضوض يدرس ويجهز حاله اللي عنده اتصالات خارجية او مع اشخاص خارج البلاد يكون مستعد يابل ما يتهور ويعصب ويعرف شو اللي بيحكيه اما بالنسبة لبيت السمعة فانا بقولك انه اليوم الامور مش زي الامس فيها مخاطر على السمعة اليوم اقل ولكن برضو بدك تكون حذر فعشانك ما تدخل باي شيء الو علاقة بتشويه السمعة لا مغامرة ولا مخالفة قانونية ولا باي شيء الو علاقة بالاندفاع والتهور والعصبية والمشاكل كلها هاي بدك تستثنيها لانه ما في داعي للمخالفات القانونية اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور شوي ممتازة ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة الفترة هاي ايجابية بشكل كامل ممكن تدعمك او تدعم موقفك في مسألة معينة حاول انك انت تستغل معارفك لحل مشكلة او للمشورة في حل مشكلة معينة فرح يفيدوك اما بالنسبة لبيتك 12 بيت متاعبك فالامور ضاغطة وما زال السلبية موجودة في هذا البيت فعشان هيك هي بدك تكون حذر حاول انك ما تعمل اي شيء يتعبك او يرهقك في المستقبل لا مشاحنات ولا مشادات ولا اعداء حاول انك تنجز العمال الممكن اللي للك بدون ما تتراخه وتخليها تتراكم وفي المقابل برضو بدك تحاول انك تضع بعض الحلول لوضعك الصحي ان شعرت باي شيء غير اعتيادي حاول انك تخلد للراحة وان وجدت انه الامر يتطلب استشارة طبيب فاستشير طبيبك برج العقرب واصلوا عمل بداتهم به من قبل وما تبادروا الى عمل جديد حتى ساعات الصباح في ساعات الصباح بصير اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكتكم حاذر من الانفعالات يصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت بغن عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور ولا تتذمر الفترة خالية من الحضوض طبعا ليش لانه القمر مقابلك مباشرة فعشانيك القمر بحكيه لك هيك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتعطيك ايجابية وسلبية وايش اللي بتحذرك منه بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه الايجابية ما زالت موجودة عبيت الشخصية عندك ثقة بنفسك عندك قوة ثقة عالية يعني ما اعتقد انه شخصيتك راح تتأثر خلال هذا النهار بايشيء ممكن ينكد عليك او يهز بدنك بمعنى اخر اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور عندك على المستوى المالي جيدة ممكن اليوم تحصل على بعض النفقات او بعض الاموال تجيك من عمل اضافي او نوع من المساعدات او استرداد لبعض الاموال ولكن انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث انا شايف انه اليوم عندك كثير من التنقلات والنقاشات حاول انه تاخذها بشكل ايجابي وحاول انك ما تتهور وما تغامر يعني حاول يكون في نوع من انواع التواصل الايجابي على اساس انه ما يكون في نوع من انواع الانفعالات اللي انت مش بحاجتها يعني مش بغنى يعني بغنى عنها اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه في كثير امور الها علاقة بالبيت اليوم في لقاءات واجتماعات وممكن يكون فيه نوع من الاهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك وفيه يعني خبر أو شيء مفرح ممكن يصير على مستوى البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه العاطفي محتدي جدا لدرجة أنه ممكن اليوم تخسر حبيبك بسبب مشاحنة أو بسبب أمر أنت يعني تجهله فتعصب تجد أنه هو بكذب عليك فتعصب ما تحسن التصرف معه فيزعل حاول أنه هاي كل الأمور هاي تكون حاطة بين عينيك أنه بيت العاطفي بينك وبين الحبيب متوتر حاول أنك تعرف تحل هذا الأمر أو تعالجه بدون ما يكبره وصير مشكلة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه على المستوى الصحي يعني ما فيها الأمور اللي يقول أنه والله بتخوف على المستوى الصحي يعني الأمور جيدة ممكن تراقب صحتك أو تحاول أنك تفكر تدخل في برنامج له علاقة بتنزيل الوزن أو مراقبة الوزن أو التغذية أو هاي الاهتمامات وفي منك رح يدخل في اليوم بحل بعض الأمور اللي كانت متراكمة عليه بالفترة الماضي فيقدر ينجزها من الأعمال أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الأمور ممتازة جدا عاطفيا يعني شريك العاطفة وشريك العمل فالأمور ممتازة جدا اليوم ممكن تتواصل معاه وممكن تحطوا بعض الحلول أو تنبسطوا مع بعض أو تسعدوا في خروج معين أو لقاء معين يعني في نوع من أنواع التواصل الجيد بينك وبين الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن اليوم تحصل على بعض الدعم من مالي ممكن يجيك عن طريق هدية أو هبة أو بعي اتجاهات من الاتجاهات المهم أنه مال برجع لك ممكن يجي عن طريق شراكي أو عن طريق الزوجي ممكن أو الزوج يعني كلها هاي تعتبر أمور الحاول أنك بس أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه الأمور على مستوى السفر والاتصالات اليوم على محتد كثير عندك يعني في حماسي للأمر هذا في رغبة للأمر هذا فممكن اليوم تنشط في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو شراء أشياء من خارج البلاد وحاب أنها توصلك عن طريق الشحن أو البريد يعني ممكن تتأخر شوي ولكن أنه هذا الاهتمام خلال هذا النهار عنده امتحان رح يقدم بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو اللي بحضرك منه ما تحاول تدخل بأي شيء يشوه سمعتك بالفترة القادمة لا اليوم ولا بكرة ولا بعده لأنه الأمور ضاغطة بشكل كبير فعشانك لا تتهور ولا تعصب ولا تحتد مع رجال الأمن أو تخالف قوانين حاول أنك أنت تحافظ على سمعتك من كل المخاطر اللي بتهدد السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور ممتازة جدا على المستوى الشخصي اليوم ممكن يكون في حفلة أو مناسبة أو يتم دعوتك لحضور حفلة أو مناسبة ورح تكون أنت يعني من الأشخاص الملفتين للأنظار في هذا المكان حاول أنك أنت تستفيد من هذا الحضور وتواصلك مع الأشخاص حاول أنك تكسب أكبر قدر ممكن من المحبة في هذه اللقاءات أما بالنسبة لقاءتك مع الأصدقاء فبعضكم ممكن يلتقي أو يتعرف على صديق جديد أو يصير تواصل مع صديق قديم صار له فترة ما شافه أما بالنسبة لبيت متاعبك فأقول لك تدير بالك على صحتك راقب بوضعك الصحي ما تدخل بأشياء مرهقة أو متعبة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية جدا حاول تخلد للراحة ريح نفسك بدون إجهاد بيت المتاعب سيء بضغطك على كل الاتجاهات اللي احنا ذكرناها برج القوس في ساعات الصباح ورغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد من هاي العمل نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور خصوصا بالأمور الثانوية اعتمد على جهدك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي ممكن يكون في نوع من أنواع القلق المهني يعني الآن القوس خلص يعني القمر صار موجود في البيت السادس بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك هذا المكاني لما بكون القمر مقابل بكون مرهق فعشان هيك الفترة القادمة بتكونوا حذرين من ضغط القمر عليكم طيب خلينا نشوف بما أن القمر هيك حكي خلينا نشوف الخارطة الفلكية عايش بتحذر تحديدا بالنسبة للبيت الأول أنا شايف أنه الأمور جيدة وممتازة من فيه أي شيء ضاغط بالعكس الأمور مساعدة ودعمة بشكل إيجابي يعني فيه كثير من الأمور الإيجابية اليوم مشحون أنت بطاقة إيجابية عالية جدا ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار ويصير فيه نوع من أنواع الترفيه حتى مزاجك هيك اليوم رائع أما بالنسبة لبيتك الثاني يعني ضاغط بالأمور المالية عندك كثير من الالتزامات الأمر المالي هو اللي برهقك أكثر إيشي بتحاول أنك أنت تقلل من المصاريف أو تفوتر الأمور ولكن أن الأمور فيها نوع من أنواع الضغط الكبير حاول أنك أنت ترتب أمورك بدون انفعال وبدون عصبية بعقلانية أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والتنقلات والاتصالات راح تكون كلها مجدية ورح تكون إيجابية والحظ راح يدعمك بشكل كبير خلال هذا النهار حاول تستغلها في منكو ممكن يطلع برحلة أو نزهة أو خروجة حاول أنك أنت تنبسط أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه أمور العائلة بتضغطك بشكل كبير في مشكلة معينة بتدور في الخفاء أو بالعلن أنتو بتحاول تتدخل فيها حاول أنك تكون إيجابي ما تحتد وما تعصب عشان الأمور ما تكبر وما تخرج عن السيطرة يعني وضع البيت دائما مقلق لما بتوتر ممكن يصير فيه عطل تهتم فيه ممكن أشياء بدها صيانة ممكن مصالحة بيتية أو النقاش مع أحد الإخوة أو الآباء لحل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي الأمور ممتازة جدا ودعميتك بشكل ممتاز يعني لدرجة أنه اليوم تقدر تتواصل مع الحبيب بأرياحية في عندك اليوم رغبة في الخروج والنزه والفسح يعني كل شيء له علاقة بالترفيه اليوم موجود ورح يكون إيجابي ولصالحك يعني الحظ بدعمك في هذه النقطة أما بالنسبة لبيتك السادس فالأمور الصحية جيدة وأمور الأعمال أنت قادر تنجزها قادر تسيطر عليها تحت السيطرة يعني نأخذ إيجابية ما قالوا القمر مش سلبية ما قالوا القمر لأن الحظ بدعمك في هذا المكان أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أن العلاقة اليوم برضو جيدة جدا رح تكون بينك وبين شركائك بالمال وبالعاطفي يعني فيه نوع من أنواع التواصل مع شريكك بالمال والعاطفي والعاطفي رح تكون ممتازة جدا لدرجة أنه ممكن تتفقوا على خطة مستقبلية لحل بعض الأمور وتكون لصالحكم أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه ممكن تحصل على بعض الأموال تجيك إما من شراكة أو تعويض يعني شراكة مالية عاطفية تعويض أو سداد دين أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فارغ تماما لا حظ بدعمك ولا معاكسات بتعركس عليك فأنت بتعتمد على جهوزيتك لهذا البيت سفر اتصالات امتحانات قضايا قضائية كلها أنت اللي بتسيطر عليها أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو هذا اللي بحذرك منه ما تدخل بأي مجازفات ممكن أنها تشوه سمعتك حاول أنك تراقب يعني أي شيء العلاقة بالسمعة أنك تراقب تماما إذا شفت أنه ممكن أي خطأ يشوه السمعة ما تدخل في هذا المكان ما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن ما تدخل في القوانين وما تعمل أي شيء مشبوه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور ممتازة جدا على مستوى الشرق يعني على مستوى العمل على مستوى العلاقات ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة والأمور رح تكون إيجابية بشكل كبير والحض دعمك في هذا المنزل ممكن اليوم تتعرف على شخص أو تلجأ لشخص لمساعدتك في أمر معين وما رح يقصر معك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه الأمور أقل من الأمس في الضغط على بيت المتاعب عشان هيك برضو يقول لك أنه اليوم حاول تخلط للراحة حاول تريح نفسك ما تجهد نفسك كثير إنجز الأعمال المطلوبة منك ما ترهق حالك الزيادة وراقب وضعك الصحي برج الجدي مع ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني باطمئن بالك نسبيا تجد حليف بدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة وتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الجو رومانسي وناجح ممكن يكون في نوع من أنواع القلق حول أحد الأحباء هيك القمر بيقول لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول على المستوى الشخصي والنفسي شايفه أنا ضاغط شوي يعني نفسيتك شوي متقلبة مش مرتاح كثير في عندك نوع من أنواع الضغط النفسي هيك بأثر عليك سلبية الأفكار بتدخل وبتراود هيك وبتروح وبتيجي في مخك حاول أنك أنت يعني إشحن نفسك بالطاقة الإيجابية وتركك من الأوهام أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور إيجابية بشكل قوي جدا اليوم على المستوى المالي خصوصا اللي بيعملوا بالعمل الإضافي اليوم في فرصة للحصول على دعم مالي أو مساعدة مالية ولكن بدهم يقللوا من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدك تحذر من التنقلات أثناء تنقلاتك بالسيارة من التهور أو الطيش أو السهو خوفا من الحوادث أو بعض الأعطال على مستوى السيارة حاول أنك يتراقب نفسك بشكل جيد ما تدخل بنقاشات عشان ما تحتدش وما تعصبش وما تتوترش أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف اليوم على مستوى العائلة اللقاء جيد جدا ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل العائلة أو لقاء عائلي بجمعك بأحباك يكون فيه مناسبة سعيدة تسعد من هذا اللقاء أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية اليوم بأوجهة فيه عندك نوع من أنواع التواصل العاطفي العالي حابب أنك أنت تخرج تتنزه تعمل فصحة تدخل بمغامرة فاليوم ممتاز جدا الحظ بدعمك أما بالنسبة لبيتك السادس وضعك الصحي جيد تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لا إليك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه بيتك السابع شوي يعني مش عاطف كثير مش قوة حظ كثيرة ولكن ما في خلافات أنه نخاف منها يعني متوازن أما بالنسبة لبيتك الثامن اليوم ممكن تحصل على دعم أو مساعدة مالية بتجيك من شريك أو من عمل إضافي أو ممكن تجيك على شكل هبة أو مساعدة حاول برضو أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف الأمور ممتازة جدا على مستوى السفر والتنقلات البعيدة على مستوى المواصلات على مستوى الاتصالات على مستوى القضايا القضائية كل الأمور هاي لصالحك يعني إيجابية بشكل قوي جدا اليوم يعني بيحمل لك كثير من الأخبار الجيدة اللي ممكن تجيك من بعيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت السمعة شوي عليه علامة استفهام فاليوم ما تدخل بأي مغامرات ممكن أنها تشوي سمعتك حاول قدر الإمكان أنك تراقب حالك بالعصبية ما تخالف القوانين ما تعمل أعمال مشبوهة ما تدخل في مواجهة مع رجال القانون أهم شيء أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتكون برفقة الأصدقاء ممكن أنه اليوم يكون حامل لك نوع من الأجواء الإيجابية اللي بتساعدك وبتدعمك وبترفع عن نفسك في كثير من الأشياء حضورك قوي جدا وممكن أنه اليوم تتعرف على أشخاص جدد يكونوا أصدقائك في المستقبل وممكن تستعين بصديق بحل مشكلة معينة وما رح يقصر معك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت متعبك ضاغط عليك بشكل كبير حاول أنك أنت تنجز الأعمال المهمة المكاللة إليك وحاول أنك أنت برضو تهتم بصحتك شوي يعني راعي وضعك الصحي بشكل جيد برج الدلو من صباح اليوم بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة إلى من يحتاجها هيك القمر بحكي لك هل لنا نشوف الخارطة الفلكية أيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول هو إيجابي جدا بدعمك بشكل ممتاز جدا نفسيتك اليوم حتى أحسن من الأمس بتساعدك في كثير من الأمور أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم المصاريف أقل أو الضغط المالي أقل ولكن أنه لسه موجود بتحاول أنك أنت تستعيد توازنك بالنسبة لأمور المالية حاول أنك تنجز الأعمال اللي بتتعلق أو الأمور اللي إلها علاقة بالفواتير على أساس أنك أنت تطلع من هاي الأزمة أرتب أمورك المالية وقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك الثالث في اليوم بيحمل لك كثير من التنقلات والاتصالات ممكن تكون إيجابية عندك قدرة على النقاش وإقناع الآخرين بوجهة نظرك سرعة بديهتك عالية أما بالنسبة لبيتك الرابع برضو الاهتمام البيتي ما زال موجود والأمور هادية في نوع من أنواع التواصل مع أهل البيت بشكل إيجابي جدا أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور العاطفية هي اللي متأججة عندك وبتتحرك بشكل قوي جدا حاول أنك أنت اليوم تهتم بالحبيب حاول أنك أنت برضو تخرج بنزهة أو برحلة رفع عن نفسك اليوم مناسب جدا أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك عندك اهتمام خاص بصحتك راح تكون الأمور إيجابية برضو على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية في نوع من أنواع التفاهم الكامل بينك وبين الشركاء اليوم تقدر تطرح فكرة أو مشروع معين أو تطرح مشروع على أشخاص يوصلوا لأشخاص يجبوا لك دعم يعني الأمور كلها مترابطة في بعض المهم أمورك ممتازة على مستوى الشراك المالية والعاطفية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم ممكن يكون في نوع من الاهتمام بصحة أحد المقربين لإلك أو الأحباء ممكن تحصل على بعض الأموال اللي إلها علاقة بشراكة أو تعويض ممكن يجيك بعض الدعم من أشخاص معينين نوع الهبة أو المساعدة حاول أنك أنت تستغلها وتستثمرها بالمكان الصحيح دون أنك أنت تصرف ببذخ بدون حساب لأن المصاريف مش مطلوبة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور ممتازة جدا على مستوى بيت السفر الاتصالات مواصلات لقاءات مع أشخاص مقيمين خارج البلاد امتحانات راح تكون ممتازة على مستوى القضايا القضائية لصالحك يعني كل الأمور اللي ذكرناها هاي كلها إيجابية والحظوظة بتلعب في هذا المكان أما بالنسبة لبيت السمعة ما زال الضغط موجود على بيت السمعة أقل من الأمس ولكنه برضو بيحذر حاول أنك ما تدخل بأي شيء مشبوه أو مخالفة قوانين أو شيء يشوه السمعة انجز الأعمال المكللة إليك وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور طبيعية يعني وضعك الطبيعي ممكن أنت تنشط اليوم اجتماعيا في بعض المناسبات أو اللقاءات ولكن مش به القوة يعني ما عندك هالاهتمام الكثير اليوم في هاي الأمور بالعكس يعني ممكن أنك أنت بتتهرب من هذه الأمور إلا أنه في ساعات العصر شوي بيصير عندك نوع من أنواع الاهتمام أو للضرورة للاتصال بشخص معين أما بالنسبة لبيت متعبك فاليوم أكثر من الأمس ضغط عليك فحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول ما تدخل بأي شيء مخالف للقوانين أو في مخاطر ما تروع الأماكن الخطرة حاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي وتنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال المتراكمة برج الحوت من ساعات صباح اليوم بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك بتفهم الآخرين وعندك قدرة أنك تتحكم في حالك وتكون هادي لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوي كرر المحاولة إذا خصوصا أنك لو حاولت أنك تصالح وما قدرت تصالح كررها كمان مرة وما تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم طيب هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الآن الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك طبعا بالنسبة لبيت الشخصية يعني أقل حدية من الأمس يعني نفسيتك شوي أحسن اليوم هيك حاس أنه في نوع من الارتياح عندك بدك برضو تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور المالية اليوم برضو جيدة خصوصا للي بيعملوا بمجال العمل الإضافي رح يستفيدوا بشكل جيد من النقود أو الفلوس أو الدعم وفي منك رح يحصل على هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث اليوم كثير من التنقلات والاتصالات في منك رح يخرج في نزهة أو رحلة أو تغيير جو وبرضو لو دخلتوا في أي نقاش اليوم عندك قدرة على إقناع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بوجهة نظرك وتوصيل المعلومة أما بالنسبة لبيتك الرابع فبيتك الرابع إيجابي بدعمك بشكل قوي جدا عندك نوع من أنواع الطاقة الإيجابية داخل البيت ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحات كمان وممكن يصير فرحة على مستوى البيت بالنسبة لبيتك الخامس فارغ تماما من الأمور ما في أي شيء لا بدعم لا سلبي ولا إيجابي يعني عواطفك على حسب وضعها بتحب واحد كويس هيك حبيت ومشت الأمور كويس اليوم بتحب واحد مش كويس فهيها تنيلت اليوم وأجت على رأسك يعني على حسب وضعك بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف اليوم عندك اهتمام بصحتك عندك كثير من الأعمال بتقدر تنجزها عندك سيطرة تامة على الوضع الصحي والعملي أما بالنسبة لبيتك السابع فنوع من أنواع التواصل ما بينك وبين شركائك بالعمل والعاطفي إيجابي جدا ممكن اليوم يصير في نوع من أنواع التفاهم العالي لبعض الحلول أو بعض التسويات أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن يجيك مال عن طريق شراكة أو تعويض يعني شراكة شريك مال شريك عاطفة أو تعويض حاول أنك أنت تستغل هاي الأموال ممكن تسترد أموال أنت مدينها لأشخاص ولكن أنه حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع اليوم في كثير من الاهتمام بالأمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو أمور إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد حاول أنك أنت برضو تستغلها بشكل إيجابي الحظ بدعمك والحظ حليفك أما آخر ثلاث بيوت فهي سلبية يعني بيت السمعة ده تدير بالك ما تدخل بأي مغامرات إلها علاقة بالسمعة أو تشوي السمعتك لا تخالف القوانين لا تدخل بمواجهات مع رجال الأمن ولا زملائك بالعمل ولا رؤسائك بالعمل هاي أهم النقاط بالنسبة لبيت السمعة يعني أي شيء بهدد سمعتك حاول أنك ما تدخل فيه خلال هذا النهر بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى الصداقات بتحاول تفرض سيطرتك على صديق معين أو ممكن تكتشف شخص بتدعي الصداقة تكتشفه بمسألة معينة يعني بتكون مؤذية بالنسبة لك ما بتقدر تسكت فبتضطر أنك أنت تواجهه في هذه المسألة هي بتدير بالك بس أنك تحتد وتصل لمرحلة الملاسنة أو العنف إنهي كل شيء بعقلاني إذا صار فيه دعوة أو مناسبة لحفلة وما تحتد لظهور حدا في الحفلة أنت ما بدك إياه أو ما إجاك دعوة للحفلة يعني الأمور اللي إلها علاقة بردات الفعل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو زادت الأمور بالضغط الآن على بيت المتاعب فعشان هيك بدك تكون حذر من الأمور اللي إلها علاقة بالمغامرات والمخاطرات والدخول أماكن مجهولة حاول أنك أنت تراقب أعمالك تنجز الأعمال المهمة ما تخلي الأعمال تتراكم عندك كون عقلاني في عملية الحل أما بالنسبة لأمور الصحة فإذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر